صالحاتم عبد العال أبلغ من العمر ستة عشر عاما ولله الحمد حفظت القرآن كاملا في المدينة المنورة بإذن الله أن الله يوفقني وأنني أجيب المركز الأول وهذا الهدف الأساسي عندي بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ماشاء الله يا شيخ صالح تلاوة جميلة رائعة الانتقال ما بعد الآية الأولى كان جميل رصين صوتك مؤدب جدا ما شاء الله تبارك الله هذه من نعم الله عز وجل عليك فاشكر الله حتى يزيدك الله سبحانه وتعالى نشوف رأي اللجنة نجتمع لرأي الشيخ عبدالهادي طيب صالح ما شاء الله تبارك الله كراتك حلوة جميلة انتبه لملحوظات الغنة مع المفخم الغنة مع المفخم أصل الغنة مرققة إذا لم تحتاج إلى غيرها بمعنى أن الغنة في نفس النون والمين مرققة إن ثم عم هذه مرققة لكن إذا احتاجنا في الغنة إلى غيرها من الحروف فننظر لما بعد الحرف اللي هيكون سبب في الغنة وهو الإخفاء هنا السبب في الإخفاء القاف والقاف مفخم من المرتبة الثانية لأنها مفتوحة فنقول من قبل وليس من قبل من أن ترققت الغنة والأصلها تفخم عند المحققين لأن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا جميل كذلك أيضا انتبه الخيشوم أخذ منك شوي كان ياخذ منك أحيانا إذا ما انتبهت تجري من تحتها لا تجري من تحتها الشد أيضا الحق الحق فانتبه في القاف فيها شدة وفيها جهر الحق انتبه لذلك قراتك جميلة ورائعة يا صالح بارك الله فيك بزاك الله خير الشيخ عبدالله نتوجه إلى التصويت وأنا أبدأ بالتصويت فأنت اسمك صالح وصفتك وتلاوتك أعطتك صفة الصلاحية إلى أن ترشح بالنسبة لي فأقول نعم وإياك نشوف الآن رأي الشيخ عبدالهدي فضل الشيخ عبدالله بزاك الله خير الشيخ عبدالله وأيضا أنا أؤيد الشيخ عبدالله وأقوله نعم جزاك الله خير الشيخ عبدالله هل تفضل الشيخ عادل نعم جميل جميل جدا مبارك لك الترشح ثلاثة قالوا نعم موفقين صالح عبدالعال خرج من عند اللجنة في التصفيات الأولية المؤهلة لمرحلة الأداء المباشر صالح مبسوط زعلان لا والله مبسوط الحمد لله ليش تأهلنا ومثل ما كنا متملين كم نعم ثلاثة ما شاء الله سبارك الله قرأت بالبياد زي ما أبقلت عند الوعد ولا مع الخوف طلع رصد طلع رصد وطلع نهواند وطلع كله طلعت كله المقامات بس أهم شيء أنه تأهلنا والحمد لله طلعت كله المقامات مع الخوف لا مو على الخوف مع التوتر ولا البرد البرد كنت مرة بردان والله بردان طلع المكيفات قوية عشان تعرف أنت أجهز التصوير وكذا يبغى لها جو برودة صحيح صحيح كيف كانت التعليقات والله إيجابية بسلبية كذا إيجابية حلوة سلبية يعني ملاحظات لكنها إيجابية بالنسبة لك أحسن من نفسي يعني أشكرهم يعني على الملاحظات صراحة طرعا التحدي في الرياض صعب لا تحسن بنسا سهلة إن شاء الله جاهز للتحدي بإذن الله تبقى توصل لأي مركز الأول بيدي أوف إن شاء الله الله يوافقك يا صالح نجبك في الرياض تبقى توصل لأي مركز